أهالي نينوى بأن الإعوار والاستقرار قائم على قدم وساق على الرغم من الوعود المتثابعة لحيدر العبادي لإهالي الموصل وأصحاب المدن المدمرة بالبناء وإعادة الإعمار إلا أن شيئا منها لم يحصل وكل ما قيل ويقال هو حبر على ورق وكلمات تلقى في المهرجانات بالغناء والورود استقبل العبادي لاتتاح الجسر العتيق في الموصل الذي دمر جراء الحرب على تنظيم الدولة وهو ما أحيى بعضا من أمل في نفوس الأهالي كما قال مشاركون في المهرجان بأن تعود الحياة الطبيعية إلى مدينتهم وتختفي آثار الدمار لكن نظرة إلى الطرف الآخر من الجسر تبدد تلك الآمال لم يكلف العبادي نفسه عند افتتاح الجسر بالعبور للجهة الأخرى ليقف على وضع الجانب الأيمن المنكوب بل ظل حيث هو يطلق عودا تعودها عليه أهل المدينة بل العراقيون كلهم منذ إعلانه نصره على تنظيم الدولة في الجانب الأيمن من الموصل لا شيء يدل على الحياة فحيث ما يممت وجهك لا تجد إلا دمارا ومباني مهدمة ومآذنة لم تعد تذكر اسم الله وبنى تحتية ما عاد لها أثر وبينما تتبرع دول عربية لبناء مئذنة مسجد النور الكبير الذي يعد تاريخا آخر للمدينة تنعدم التبرعات ومشاريع الدعم لملف رفع الجثث والأنقاض وإعادة الإعمار وهو الأهم لحياة المواطن فالسكان هنا ممن اضطروا للعودة إلى مناطقهم يحاولون بث الحياة في أزقتها وأسواقها الضيقة العتيقة لكن الأمر ليس هكذا كما يقولون حيث لا بد من وجود منظمات وجهات حكومية ترعى إعادة الحياة إليها ومن مر ما رأى سكان الجانب الأيمن ويرون يقولون إنهم يسمعون أصوات من تحت الركام لكنها ليست بأصوات أحياء إنما هي أصوات ضحايا أبرياء قضوا في تلك الحرب العشوائية ينتظرون من يرفع عنهم ذلك الدمار فلا حرمة هنا لحي يبحث عن بيت يأوي إليه ولا لميت ينتظر أن توارى جثته الثرى